أهلا بكم مشاهدين الكرام عبر الجزيرة مباشر نحن هنا في منطقة الزوايدة غرب المحافظة الوسطى في هذا المخيم الذي يضج بمئات خيام النازحين الذين ضاقت بهم السبل وانقطعت بهم الطرق وجاءوا إلى هنا إلى هذه المنطقة من مناطق متفرقة في قطاع غزة من المناطق الشمالية للمحافظة الوسطى المناطق الشمالية لقطاع غزة نتجول هنا بين هذه الأزقة التي أنتجتها هذه الخيام وسط تواجد لعدد كبير من النازحين والنسوة التي يجلسنا أمام الخيام ندخل إلى هذه الخيمة نتحدث مع صاحبها هو نازح من المناطق الشمالية للمحافظة الوسطى السلام عليكم ورحمة الله يعطيك العافية حج كيف الصحة اسمح أن نقعد الله يعطيك الصحة يا رب بدنا نحكي عن حياة النزوح الليل في النزوح معاناة النزوح التي نعيشها في ظل استمرار الحرب النزوح حياة صعبة مليئة بالمشاكل بمقاسي مليئة بالأحزان طبعاً بداية هذه الأحزان من أصوات القصف القذائف صراحة القذائف هذه والقصف يروع الكبير قبل الصغير طبعاً عدم استطاعها من نوم لا نستطيع أن ننام في الليل بسبب صوت الفضيع للقصف من الاحتلال الإسرائيلي أضف إلى ذلك معاناة من الروائح الكرية اللي تأتي من اللي هي من المياه العادمة من المجاري اللي موجودة في الشوارع طبعاً مجاري مياه ردية تأتي به الحشرات الضر اللي هو البعوض والذبان والفكرة حشرات ضائل البعوض والذبان متحور يعني دوام ما بيجي فيه فايدل يعني ممكن يقرصك من فوق الملابس أنا شخصياً قرصت بعوضة آذتني جداً وعملت لي مشكلة في رجلي يعني دم الكبير صار من وراها هذا الشيء معاناة أخرى طبعاً لا كهرباء ولا ماء أكرمكم الله حتى لو الواحد دلوا على الحمام ما بيلاقي مياه لا يوجد مياه الواحد يشطف ونظف فيها طب كذا تيجي مياه الشرب إذا كان مياه اللي هو اللي بتنظيف مش موجوده إيش أصعب شيء في النزوح يا حج أصعب شيء في النزوح أولاً هو ترك البيت البيت هو الوطن الثاني وطنك الأول لا شك هو فلسطين وطنك الثاني اللي هو البيت تاعك إنك تترك بيتك وتترك كل ما تملك في الحياة من ما أسسته في حياتك رجل مثلي في مثل هذا السن قام بتأسيس بيت أتركه أترك هذا البيت وبكل ما يوجد فيه أخرج بالملابس اللي علي أنا هذا الملابس شهر لبسه كما هي فيش عندي ملابس موجودة كلها موجودة فيه أو تركت في البيت اللي أنا نزحت منه من وين نزحت حج أنا نزحت منه خيم صراط من خيم الجديد؟ خيم الجديد اللي هو قريب على وادي غزة طبعاً المنطقة هذه منطقة دمار شامل بمعنى كلمة دمار دخلوها اليهود نسفوا مباني كثيرة الشوارع المغلقة بتقدرش لا تستطيع أنك تمشي فيها يعني لا بسيارة ولا بغيره بتعز على الإنسان نفسه جداً بتعز على الإنسان نفسه ترك البيت اللي هو وطنك الثاني زي ما قلت لك أنك تتركه شيء صعب جداً جداً يعني يبعد عني يقول حوالي 15 كيلو ومش قادر أصل إليه أو إذا وصلت له وأنا خايف جداً أصل للركام تبع البيت مش البيت 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 يقصف؟ أنا شخصياً بيت قصف نعم قصفو وقصفو ولا أعرف لازلت لا أعلم لماذا ليش قصفو أنا أبا تسأل ليش قصفو أنا إنسان مدني موظف لا علاقة لي بأي عمل عسكري لا أعرف ليش قصفو السبب أنه كان في أطفال وكان في نساء أولادي 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 وبناتي وأبناءهم قصفو طبعاً عندي استشهد بنتين إلي وأبنائها وابن إبن إلي عندي خمسة استشهد ثلاثة من الأطفال أطفال لا تجاوزوا ثلاث سنوات وطفل لا تجاوز عام واحد والآخر سنتين عامين وبنات الثنتين لازل انشبات واحد عمرها ثلاثين والثانية خمسة ثلاثين استشهدوا رحمة الله عليهم قتلتهم إسرائيل إسرائيل اقتلتهم قتلتهم وهذول من ضمن الشعب الفلسطيني ليقوم الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني بإبادة لهذا الشعب كلمة إبادة قليلة فعلاً هي إبادة للشعب الفلسطيني للبشر والشجر والحجر يعني ربما مشاهدين الكرام هذا الرجل الذي يعمل مدرساً في مدارس المحافظة الوسطى نموذج وربما حشرجت الصوت وغرغرت الدمع في عينيه تشرح فصولاً من المعناة التي عاشوها ويعيشونها في هذه الخيام التي سلبت جزءاً كبيراً من إنسانية المواطن الفلسطيني لما تحتويه من معاناة متواصلة من قهر متواصل هؤلاء المواطنين كانوا يعيشون في منازل فارهة إن صح التعبير وحرموا منها نتحدث مع النسوة التي يجلسنا هنا في هذا المخيم مجموعين عند النبي إن شاء الله حجة أنتوا كل يوم تقعدوا هيك؟ والله تقريباً من العصر وورا يعني في البرد أنت أعرف الخيام الحياة فيها صعبة جداً تشردوا من الشوب؟ من الشوب حارة جداً جداً يعني مش متحملين الشوب فيها فمنضطر نقعد برا أبرد شوية الحياة في الخيام صعبة 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 جداً لا تطاق جحيم إيش صعبة فيها الشوب الحياة مش متعودين إحنا متعودين على العمارات والحياة الحلوة الكويسة فنقلبت الحياة قلب عنا رأساً على عقب مش قادرين نعيشها إحنا ناس متعلمين ومثقفين أنا أخت الناظر اللي توصيت معه اللقاء استشهد إليه بين ثلاثة من أحفاد وواحد منهم بتكون مرت ابني وواحد منهم بكون ابن ابني وكل هيتنا الموجودين في المنطقة وكل هيتنا مكلومين وثكالة لنا وأراملوا أيتام في المنطقة هذه والله كلنا بالعالم بالإضافة فيش ميهن وميه مالح يعني أحيان أحيان بتتوفر في الأسبوع في العشرة أيام بتكون مرة ميش بتعيطي يا حجي الله يعني بتعليفها قدتهم بنات أخوي ومنهم كنت بتكونوا ابن ابني ابني وحيد الله أعطاه ولد وراح الولد وراح تلمرة بالإضافة لبنات أخوي بالإضافة لقريبنا أولاد خالتي بنات خالتي خالتي يعني أش أقول لك كل قريبنا معظمهم استشهد منهم عدد كبير كبير حين تشوف النص واللي هان استشهد لهم ومنهم أرامل ومنهم أيتام ومنهم ثكال أو منهم أطفال اللي كثير تيتموا يعني أنا في المنطقة هذه الحياة مش قادرين نعيش بصراح كنا ناس متعلمين أنا متعلمة أنا اشتغلت في الوكالة ستة وثلاثين سنة نحن عايشين في عز وفي نعيم يعني نيجي فهيك فجأة نعيش الحياة مش قادرين نتحمل حياة قاسية جدا 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 يعني التعب العمر وشقاء كله راح منه والله يا خالد راح الولاد الكنة المال الدور ما نظل إش حاجة التعب العمر وشقاء كله راح راح في لحظة في لحظة راح رجعنا للسفر رجعنا للمئة السنة وراحنا مش قادرين نولع النار يعني أنا هاينا عمر 62 سنة في حياتي ما ولعتها النار ما بعجل إلي 30 سنة سنة نعجل سنة نخبز سنة عن النار يعني نجل ورا نقطة المية لو بدنا نقارن بين الحياة السابقة وحياة الحرب بحجة كنا في نعيم بالنسبة لحياة الحرب قبل كنا نعتبر إن كنا عايشين أحسن مليون مرة من حياة الحرب خليك من الخوف من الرعب اللي إحنا في فيش أمان فيش أمان بالمرة لا في خيمة ودورنا في المخيم أنا واحدة من الناس اللي 7-10 ما وصلت داري ما وصلتها بالمرة لأنني بقدرش أركب كرات بقدرش أروح أمشي رجلي بيجعون عشان نشتغل في التعليم كثير فمش خوف الدارة مهدمة يعني شبه مهدومة فيش مكان 7-10 شهر مش قادر أخش داري في شرع مين وفي قانون مين الواحد مش قادروا خش دار ومحرم عليه خشها يعني وهي ركام أصلاً وهي ركام مش قادرين نصلها يعني حطان واقفة بس مفرغة كل الدار وشيق محروقة وحلتها على الله فما بالك دارك ما بتبعدش عنك خليها ثلاثة كيلو بتبعد في السيارة قول عشر دقائق قربع الساعة مش قادرين نصلها الخوف يعني الخوف الخوف يعني رعب مش قادرين نصل دورنا بالإضافة إلى الحياة هنا في الخيام جحيم صراحة جحيم مش قادرين جحيم هذا شايفين فيه لمة هذي اللمة كل يوم بتسير قريباً غالباً يعني بقعد شوية هنا شوية غادة في معظم الأماكن هنا غالباً بنقعد هنا طب إيش بتحكوا قصص بنحكي عن الحرب والله خلت بنحكي عن إيش عن الحرب واللي بيسير وعن الأخبار وإيش صار وإيش جرى وعن أهمومنا إيش بنا نحكي يعني طب إيش فيه أخبار اليوم تلفزيونات منشوفش تلفزيونات واليوم أنا ما طلعتش على أخبار يا مفتحتش النت يعني النت مش متوفر كثير يعني بفتحه بمر ساعتين ثلاثة في اليوم والله اليوم ما يعني ما سمعتش الأخبار أم بارح لما قالونا إخلوا أي والله زي يوم القيام عارف أقول لك الحرب الناس عايشة فيها أهوال يوم قيامه مصغر بصراحة قالو لكم إخلوا في المنطقة هذي؟ إخلوا في بيت بدهم يقصفوا في المنطقة منه وجنوب فأخلينا يعني متش شايفي الناس وي بتجري واللي ماشي ونسي أطفال وطلع يجري والناس حافية واللي الله علم كيف لابسها واللي نسيت غراضة ونسينا حاجاتنا كن بيوتراتنا نسينا كل إشي طلعنا وسبناها ورانا يعني ورجعنا بعدين ما صار إش إشي الحمد لله الحمد لله رب العالمين نتحدث تفضلي نوجه نداء لكل للعالم للمسلمين وللعرب إنهم ينظر القضية الفلسطينية يشوفونا حل إحنا بس مشكلتنا إنها تقف الحرب برضك بدنا بعد كل هالمعاناة اللي عنيناها إنها بديو سير سنة والأطفال اللي راحوا والأرواح اللي راحت والدور اللي تهدمت والأموال اللي راحت يشوفونا حل يحرز يعني بدنا حل القضية الفلسطينية حل شامل كويس ويسعوا كلهم اللي يوقفوا الحرب تعبته يا حجو نعم تعبته جدا الناس تعبت خلص تعبت والله يتعبت اللي بيصير فوق طاقة الإنسان اللي بيصير بصراحة فوق طاقة الإنسان الشعب تعب كثير لا ظل مع مصاري ولا ظل مع حيلته حاجة أولاده راحوا بناته راحت وعيالهم راحت ودورهم راحت يش ظل يكفي خلص يكفي اللي صار ما ظلش حاجة يعني هذا ربما مشاهدين الكرام نداء يتشابه بين كل المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة في ظل هذه المقتلة وهذه الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بحق مئات ألاف المواطنين هنا الذين ينزحون من منازلهم تركوا كل شيء وجوا إلى هذه الخيام التي تولد القهر يوما بعد آخر في نفوس الفلسطينيين فتحدث ماذا اسمك حجو نتحدث مع الحاجة أمضياء نازحة أيضا هنا في هذا المخيم وتجلس بين النسوة هذه جلسة مشاهدين الكرام ستتحدث لنا عنها أمضياء ايش بتعني لكم قاعدة هذه حاجة والله بتعني لها كتير على كلها بتلمنا ابن الواحد بنسهمه مع الناس شوية أنا أملة شهيد وبيتي راح مصدر رزقنا كله راح مالوش لي يعني سنة كله راح تحت الركام وإيش بد أقول لك حياة جحيم حياة لا تطاق والله يا خالتي لا تطاق حمام بجمع 120 أسرة بتقعد بالدور تستنى خيمة ما بتقدر تقعد فيها لمدة 10 دقائق نار بجسمك نار كل جسم من هنا من هال لهانا كل هي تحب بنتي كذلك معانينا الطب والدواء لا لقين مي كويس نتحمم فيها لا نشرب فيها حتى المي اللي بتجينا ملوثة كل هي تنزلات معوية لا مواد تنظيف قدرين نشتريها بجيبوا لنا إياها بعيد عنك زبالة نشتريها مش قدرين نشتريها يعني أنا وحدة ناس عمري في حياتي ما كنت أتوقع أن يصير فيه زي هيك أنا عملت فرن أخبز للناس عشان أقدر يعني أطعم أولادي يعني أنا أم يعني أنا سبعة أولاد وسبع بنات وأولادي كلهم معي وأولادهم أنا بشتغل على الفرن عشان أقدر أطعميهم أوفرهم لقمة العيش أنا هالحين من اللي صابني في إيدا بطلت إلى أسبوع حوالي هالحين بطلت أقدر أشتغل على الفرن وش كنت تعمل قبل الحرب أنا ست بيت معززة مكرمة في بيتي أولادي قايمين فيي على أكمل وجه عنا مصدر رزق نوكل منه وكنا عايشين فوق الريح راح ابني وابني تاني مش معروف وين حاله مصدر رزقنا فتحنا جديد محلات جديدة كهرباء إسباكة أدوات منزلية محلات موبايلات كله هذا تحت الركام راح ما ضللناش رزق كله يتوا راح فربنا يغير هالحال بأحسن منها يا رب إن شاء الله تلش قاعد هنا ليش قاعد هنا ليش قاعد هنا هاينا قاعد هنا ليش قاعد بتسوي ايش بتسوي في يومك أنت قاعد ما ش بأسوي ما ش قاعد بتسوي قاعد هنا وليع نار ميلي بعب موينتا من هنا بتعب موين من فوق ليش بصح يصوي من الخمسة من الخمسة بروحوا لقدام هناك عبل ما واحد كل واحد يخد دور هو يعبه وبعد عنهم المسافة بعيدة كتير بعيدة على أخر الخيام اه فبجر وجر يعني الجراد اللي بتسوي لنصهم كمان مرة بعبواها في اليوم هما بيجوا مرة بس في اليوم الساعة الستة الصباح أو سبعة فبصحوا من الخمسة والله عشان يصفوا دور تابور هؤلاء مشاهدين الكرام هم أبناء القهر الذين يعيشون يوما بعد آخر عيط بن شهيد تتواصل المعنى هنا مشاهدين الكرام لكن رغم هذه المعنى يحاول الفلسطينيون في قطاع غزة والنازحون هنا في هذه الأزقة وفي هذه الخيام أن يبحثوا عن بصيص من الأمل وأن يخلقوا لأنفسهم واقعا يحاولون من خلاله تخفيف وطأة الحرب المستمرة والمستعرة على قطاع غزة للجزيرة مباشر من منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة أشرف استراج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر